بابيلون بداغون يتوب والفتكو صعيبة اللعبة وحنا نقوله والفناكم وش حال صعيب لو كان ما نتلاقوش بكم في كل صباحة من خلال برنامجكم ساميرا مورنينج اللي يجيكم على شاشة ساميرا صباح الخير مشاهدينا شاء الله تكونوا صبحتو بخير إلا بونجور بونجور رياض وصباح الخير عليكم توما يا أطلب مشاهدي مشاهدي برنامج ساميرا مورنينج اللي والفتوه بيانشور وحنا ثاني والفناكم بانكتوجوغ تنتقدوش تنتقدونا هي لا لا تشكرونا تعطونا آراءكم وثاني تعاونونا بلك في دي سيوجي معالي سبيسياليز ديونا اللي دايما نستضيفوهم كل صباح يعطوكم دي سيوجي ويعطوكم نصائح تاني لتهمكم وتهمتكم يا خوتن بي عالكم إلهام لي أول مرة أطلبوا درسة هالستي البارح البارح وني داكور احكي لهم شعورك لا يوصف لا يوصف صح لا لا أغرم موجعتني شساهم موجعتك شسد درسة ايه والانيستيزي كانت بيان وش حبيت نقول لك تاني فكه هادك وش دلت البارح قاوال ورا وجاي لبيخ تسمعينك ستة تحميات موجودة تحميات هادك هادك نقوله بالتجريبي الوشحي صرا ما عليش ما عليش ما عليش ما عليش كوراج بسكه ما فوبي ديجا دونتيست دونك نقول لنا بالبحث تغلبت على لا فوبي تاني مليح مليح يلا مشاهدنا سنواتي صالاتكم عبر الرقم سفر ثلاثة وعشرين ثمانية ثلاثة وثلاثة واربعين تفعلوا معنا في مختلف المواضيع اللي راح نختاروها لكم اللي اختارناها لكم في حلقة اليوم وطبعا البداياتكن في كوزينتنا مع الشرف ساميرا ساميرا صباح الخير صباح النور وشراكي الحمدلله تخافي الدونتيستو لا لا نخاف والله اللي بزاف نخافه أشتو شعورها كيفيرا والله بزاف بزاف ما كاش لي ما خافش نخاف نخافه بزاف كان رح الدونتيستاعي نحس مجرم مع معترا ماتي لكل لا غالب أطباء الأسنان ولكن صعيبة 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 بزاف ناوها مجرم شعور الناس المصغر اللي طلعوش ضد ولو على بلهم بلليك شعور في حال ال Ewkso يخافوا نحن لقافله بلليك شعور ايه بلما تخاف شعور كان مجرم ناس اللي تخاف الوثما الأنستيزي يديرو لهم ما بدها تدريحRE صعر بلوك ما يحسوش انعا انا صراح لها انا صراح لنا واناني حايبا أطلب وانا نخايف تمادك انا قدرني اغفرحت ليها وتقول لا تقدري دليل الانستيزي الجنرال ولا يديروها جنرال بصح لعله باش تبلون بي تدير الانستيزي جنرال لا لا كان انستيزي تعلينا حيلك زي ما نقوله لحناك كمبليموت ما تحس يوالو ما القريضك الخوف يبقى غمد عينيك غمد عينيك وفتحي فمك أبخي ما تحس يوالو ما أبخي شغل الانستيزيكم هي غالية ما تستقاملك شوية يالله خلونا نعمل مشاكل صباح ربي دمين اختنى الله يبعد علينا الدرس ان شاء الله يا عرفي آمين صباح الخير إلهام صباح الخير ساميرا صباح صباح الخير صباح الحمد لله صباح الخير مشاهدين الكرام مرحبا بكم مع ساميرا في ساميرا مورني في ساميرا تيفي نبدأوا بالجو جبت لكم مخيطوف خاز هاذا اللغوست بزاف هيلة بتاع المخيطو لا لا هذي كيفاش نديرو نطيبولو سيغو نديرو مئتين وخمسين قرام سكر بالاكريستاليزي مع مئة وستين قرام ماء نديروهم يغلو فوق النار نديرو خمسمائة قرام ليفخاز تغسلوهم مليح وتقطعوهم كي يغلي ذاك الوسيغو وتاعكم في المئة داراجة ننقطعو عليه ليفخاز نديروهم الداخل ونطفي نزيدوه نعصرو حبا قارس ونزيدو النعناع نديرو في البلندر نميكسي كلش نديرو الماء كل واحده كيفاشي حب الدوزاج تاع المخيطو أنا المخيطو فرمضان كنت شربو سان سكر كاريم نديرو 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 إللا صوتي قدرت لوبيا خضراء، كورجات، زرودية، والبطاطا خيب يا هذه هي مليحة، بسيشي كما كادرنا على الدرسة يبدأ تستر عليها أوه معلش، معلش يلا خلونا رحوا نديروا شوية رياضة كما عودناكم في كل صباحة لازم تتحركوا في داركم حتى وما تقدروش تروحوا للنوادي الرياضية تقدرو ديروا دي موفمون وانتوما في بيتكم يلا تحرك في دارك السلام عليكم، معكم نقنوش نور إيمان كود سبورتف، كود فتنس ومسكولاتي ونطريسيونيس ديتيتسيان في الحلقة تاليوم، رح نشوفوا 3 تمارين خاصة بالجزء العلوي للجسم التمارين الأول اللي رح نبدأو به هي خاصة لزيبول دي هو شوالدر برس رح نولي لكم طريقة بلا صانواتي رياض تقدرو تخدموا سواء بلسك، سواء بلسالتر ولا حتى بالقراء الماء إذا كنتوا في الدار لدي لدي دو يكون بيان دروي سدري واقف بيان نجي هنا أجل الوقت التوعي مع الزيبولة يكون 45 دقار نطلق بالا نحبط بهذا الشكل هنا نقدر نجيب الزيبات عندي هنا 2 كيلو سواء ديبون نيبو تقوم بجد حتى تقدروا ترفضوا نجي نطلق بهذا الطريقة هادل الأجزارسيس تقدروا تخدموا لدي ديبوتان من 10 حتى 12 ريبتة ساري تدبون نيبو تقوم تقدروا تزيدوا تزيدوا الى ريبتة ساري مام العشاج تقدروا تزيدوها تزيدوا نجيب الزيبتة نجيب الزيبتة بيسابس خاصة بالعضلة بيسابس هنا في كامل الأجزارسيس يجب أن يكون لدو يكون بيسابس وصدري واقف في هذا الأجزارسيس سيكون الأجزارسيس بيسابس 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 نطلق نعود نحبط يسفل جسر بيسابس ونطلق ونحبط تقدروا تخدموا بلقلع الماء إذا كنتوا في الدار أو إذا كنتوا في العصار تقدروا تخدموا بلزالتار كما هنا عندي دزالتار في دو كيلو يسفل جسر بيسابس نطلق ونحبط ونحبط هنا ثلاثة أخرى وهو راوس الذي سيقص عضلة الضهر هنا يجب أن نفعلها الجنو تعليم والباسن تذهب ونحبط ونقف هنا سوف نقف سوف نقف ونقف ونقف هناك خطأ يجب أن يذهب ونقف 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 نقف لا لدينا أثناء فهذا يجب أن نقف البيت ونقف هذا فهذا لأنه يجب أن نقف على جهد ونقف دي سحة الدوز بتاع 3 ساري إذا كنتوا من نيفو أفنسي تقدروا تزيدوا تقدروا تزيدوا الساري ومام لاشارش تقدروا تزيدوها بروغريسيما ووالا هدوهما لزيغزرسيس اللي كانوا عندنا تحلقة اليوم عودة لكم مشاهدينا مازانا في البروميار بارتي من البرنامج وبعد سبور اوتوماتيكمان يجي دور الصحة هي الصح واللي نحن ندكوفري وشكونا معنا اليوم مشي طبيب الأسنان بيانسيور جيت بعد الجنجل مشي طبيبت الأسنان ولكن هي حضرة معنا طبيبت العيون سيدة بن نوة يشراك صباح الخير مرحبا صباح الخير وشراكم بخير لا بس بخير الحمد لله وشراهي عيون الجزائريين بخير الحمد لله الحمد لله الحمد لله طيب اليوم راح نتكلمو على المياه البيضاء وي سينا كاتاراكت ايه وعلى حسب الريجيون في الزاير كل واحد كيفش يسميها كينلي عطلها الريطة كينلي قول هالريطة ولا الضبابة ولا الجلالة ولا كل واحد كيفش يسميها مياه سينا كاتاراكت المياه البيضاء تقدم في العين العدسة طبيعية في العين العدسة طبيعية نزيدوا بها وهي اللي تعمل الصورة على شبكية العين مع تقدم في السن في أغلب الأحيان يكون سبب هو تقدم في السن تضبب يعني تولي مضبا وتولي بيضاء مع الوقت دونك تسبب في نقص النظر وهذه هي المياه البيضاء ما هي الأسباب من غير التقدم أوكي التقدم في السن بسعويش يسرى باش تسرى هادلاكتار آلوخ كما قلنا أهم الأسباب هو التقدم في السن كما قلنا احنا في الميتابوليزم والأكسادة سيدوكسيداسيون عندها علاقة مع تعرض لأشعة الشمس عندها من الأسباب تدخين ما هو التقدم في السن يعني أهم الأسباب تقدم في السن وكفي عندها أسباب أخرى كذلك كينلي يزيدوا بها يعني نسبة قليلة كان يجي ضربة تسرى لكاتاراكت هذه ونعرف وثاني كذلك كان استعمال الكورتيكويد وثاني الناس لديابيتك تجيهم قبل هي في أغلب الأحيان جي من 65 سنة لفوق 65 سنة لكن بالنسبة لديابيتك ولي عندهم انفورت ميوبيت تقدر جيهم قبل منها من هذه السن صافي الكورتيكويد تاني يقدروا يديروها يقدروا من الأسباب المياه البيضاء مام لو كان يكون بالك اللي لو مريض بها في صغير فلاج طبعا ممكن كما كان الكورتيكويد نستعملهم عن طريقة تارات أو عن شرب أو الأنجيك نحن نرى نحن نحن يأخذ الكورتيكويد يتبدلون لزور منتحهم يتبدلون بزاف حاجات في الكورد طبعا داكور 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 نقدروا أن نصيبوا نقطة بيضاء فلا يعني يعني لا يقدرون شراء يقرب من العبور على بليم أو يشوف مليح في العصير نشوف دلالي صغر وديلين دالي يونات كيف يكونوا أفاقون لهم؟ نقدروا نشكو عند الأطفال نقدروا نشكو بلي هذا الطفل ما يشوفش مليح مثلا يقدر يكون عنده حاول يقدر يكون عينه يتحرك بزاف يقدر يطيح بزاف كيف يبدأ يمشي هادو اراد نشكو وتاني كذلك يكونوا امراض ويراتية يعني الليباغو يكونوا ديجا على بالهم يشكو ضك يدو الطفل هادا عند طبيب العيون وكين فحوصات خاصة قياسات نقدروا نعرفوا درجة النظر ولا كين مشكل ولا رح نولي لك لهاد النقطة برك باش منخرجوش من الموضوع نعود ان نرجع للموضوعنا وديكتما واشنو هي طرق العلاج اسكو علاج بالدواء ولا لازم تدخل جراحي اليوم هادا العلاج جراحي ولكن ما رهيش جراحة صعبة نحن نسموها لفاكويميليسيفكاسيون او الجراحة عن طريق الاشيعة ما فوق الصوتية سديزول تخاصة اللي نستعملوهم باش ندوبوا هاداكت والفتحة تكون دو ميليمتر او اخترت اقل من تنين ميليمتر الفتحة ندوب هاداكت ونبسو ونحط في بلاستها عدسة إصطناعية اللي هن نسموها للمبران انو نحو العدسة الطبيعية نخلو كيس العدسة الطبيعية ونعملو ننجكت ما فيهاش بسع اضرار ما فيهاش خطورة خطورة ديالها نقدر نقولوا بلي هي صفر فاصل صفر واحد بالمئة نخافوحنا الميكروب يعني لازم اللي كونديسيون لنعملو فيهم العملية تكون نظافة تامة ونحترمو كل شروط يعني اللي بلوكويمة يعني هالعين عضو حساس حساس جدا طبعا واسكل الباسيون الخرين يقولوا يحس باللي كان عدسة في عينه أبدا نعم ما يحس بزاف سنوات قبل ذو كان ناس بدأ يعني يفهموا يطلعوا يقرأوا يعني ما عناش بزاف هاد صعوبة ميبكري كانوا يقولونا كيفاش ديروا لي عدسة ما نحبش العدسة وشو مشكلتها العدسة هي ما عندها حتى مشكل يعيش بها يكمل بها كامل حياته عادي ويشوف بها بطريقة مليحة والآن كانت تطور بزاف أنواع العدسات يعني فيها تطور كبير بالنسبة لنوعية النظر وكذلك دول كانوا قدروا كانوا بكري يعني هذيك العدسة يشوف بها يا القرب وكذلك في عدسات فيها كما نقولونا كما نزوم يشوف بها القرب عن بعد والاوي سلامة ما نسمى لهم نوعية لذلك بنفس العدسات تخدم العملين يعني تقول في عدسات تقدر تشوف عن قرب وعن بعد نحن نقولو العدسة ولكن نستقبلو أول مكالمة فات صباحة ألو صباح الخير صباح النور صباح النور وش رأيتها من رأسة نوال الحمد لله رأي الله سخانة سخانة بينا بينا احنا هنا فعل جي ورأي سخانة دونك انتمو ربي معاكم الله سخانة هذا العام ربي يقدركم إن شاء الله ربي يقدركم وشخباركم انتمو رياض وإلهام والله غال الحمد لله يراكم غاية يا ربي الحمد لله غاية غاية قولي لي عندك تدخل في الموضوع اللي رأنا نحكو عليه حابط رحي سؤال على الدكتور عندي سؤال ما هو العلاج بميار بيضاء عند المسنين والله ما اسمعتك انا قطلك ما هو العلاج بميار بيضاء عند المسنين عنده عند المسنين عند المسنين عند المسنين عم بل المسلمين جتاها نقولوش علاقت بعلاظت يلا شكرا يبقى أي معنادك تسمعين الجواب بتاعك شكرا لك شكرا لك كنا نتكلمو على العدسات وقلنا انه كان عدسات بخيميوم اللي منها تشوف للقرب ومنها للبعد بسح هذه العدسات تكون مزروعة من الداخل طبعا كما قلت لك العملية هي نفتحه في فتحات صغيرة تحت 2 ميلي متر ندخلو سكورا بالمبياساما اللي هي جهاز يدوب هاد لك اتقاك تقنية جدا يعني دقيقة ومتطورة ومتطورة اوناس بيغ هذيك الكاترات تندوبوها اوناس بيغ وفي بلاص هذيك العدسة طبيعية نعملو عدسة اسطناعية كما قلنا فيها انواع كتير وتنزل على العدسة الداخلي يعني المريض ما يحصلهاش أبدا ما يقدرش يحصلها يحصلها في نوعية شوف اللي يعني يشوف ملاح كانوا يقولوا انه شغل بالله عزاقة الدوا هاد الال وفات هاد الازيولتخاسان هما الناس يسموها لازير نحنا دايما نشروح نحنا نسموهم سديجولتخاسان يعني اشيعة ما فوق صوتية وباش نبسطوها ولا يقولو عن طريق الليزر يعني في دركة تقنية تحديثة جدا استعملت لازير دي لازير لكنها ما عندهاش تفوق على الازيولتخاسان يعني دوك في أوروبا في أمريكا ولا ولا كيما هنا في الزاير تقريب نفس الأجهزة هي الطريقة الأنجع لهذا العلاج اللي عندها نتائج أحسنة بالنسبة للناظر نرجعوا بالك لسؤال اللي عيطتنا دوكا من تامن راس قالت لك وشنو هو العلاج للمسنين هو نفس العلاج نفس العلاج هو نفس العلاج كان أبحث علمية يعني يقولوا يدوي ولكن ما عندهاش نتجة إلى يومنا هذا العلاج جراحي ولكن مايش جراحة صعبة يعني مدة العملية راح تكون عشر دقايق من عشر دقايق من عشر دقايق حتى الخمسة عشر دقايق ما راحش يعني عمليا كينا حاجة واحدة أخرى كينا نهضروا على المسنين نشوف بالك نشوفوا بالك كامل ملانطوغة شتاعنا بس كحنا تجاقونا واحد من الأسباب سي أنك تتقدم في السن تجيك لعك أتركت مكاين بزاف ليما تنجح لهم شد العملية ولا تولي لهم هل تقدر تولي؟ نعم هي في الحقيقة ما ترجعش لك أتركت كما فهمتك هي العدسة الطبيعية نحيوها لكن نخليو كيس العدسة اللي باش يقدر يركب فيه لامبرا باش تركب فيه العدسة الإصطناعية هاد الكيس ممكن بالحسب نوع العدسة طريقة العملية أو هاد الكيس يقدر يضب بهو نفسه نقدره نعملو فيه نعملو فيه عن طريق لازر هاد يكون لازر يسموه اندياك باش نسموها احنا باش نبسطو المريض نقولو نحن نقيو العدسة ما نقولوش سيفغي كنسموها انكاتاراكت سيقوندير لكنها ما رجعتش في ضبابية تعكيس العدسة ويتندر خطرة وحدة وبعد خلاص يعني المريض يعودوا يشوف كيما شف جسد مور العملية ما يقدروا شيء يدار كل واضع يعني من قبل يكونوا منظفينه باش ما يمشي تسرع هو يكون نظيف لكنه مع الوقت الكاتاراكت سيقوندير عندها عدة اسباب قلنا تقدر تجيبين 18 شهر حتى الثلاث سنين اربع سنين اخمس سنين مور العملية لكن هذا يتوقف على نوعية العدسة على الطريقة اللي اندارت بها العملية يعني ماشي كامل الملاد اللي داروا كاتاراكت عملية راح تجيهم هاد الكاتاراكت سيقوندير دقا صافي تتوقف على النوعية كما قلت النوعية ولكن الجهية يعني ما نقدروش نحيوها هما تطورو العدسة يعني في ابحة تلمية على النوعية العدسة على اللي بوغدية ولها لاخشي تكتور تعلن بلو في ابحة كبيرة بشي سواي وخروا ولا مجيش هاد الكاتاراكت سموندير مي لكن مايش حاجة صعيبة يعني ماشي عمالي ماراهوش عملية المرض يكون قاعد برك هكذا دو طواز امباكت ستاعلو لازير تعود ترجع لشوفة عادية متفيدي باحة المرة تصولك لب вже ما نقول لك ميش نقبل haar اعتقلية تطورت فيه العدسة الاخيرة ولو الناس نسيبوهم 65 سنة 60 سنة حتى 80 سنة مازالوا ناشطير مازالوا يخدموا مازالوا ومستحفدين في صحتهم يعني يقوموا برياضة ياكلوا مليح يعني مازالهم في صحة جيدة ومحتاجين النظر جيد نو قعدنا دور كان نشاهدوا بلكين الناس يكبروا لكن يقعدوا في صحة جيدة ويكون طبعا يصون اكزيجان يعني يحبوا يشوفوا مليح ويحبوا يبقى ويشوفوا مليح الناس هدوليك تقول بلي ما عنده أنا شوفهم دموازمواء هدوك بكريك شغل يقلك خلاص كبرت ما عندي ما نشوف نو هي حمدو الله التطور العلمي يمدلنا هد نتائج مليح وعمليات نجح الحمدو الله ما شاء الله يعني سيبا جستفية هاد الابار غالي ما عندهش سبب داك ولو كان بلك نقولو نحكينا على لكاتاك نحوها دون كنو شوفو مليحيتو ولو كان يخلوها وشي قدري سرط نقص في النادر يبقى كما قلنا هو بروغرسيف على أشهر ولا أعوام لكن إذا كنخليناها هي الكاتاراكت في العالم هي أول سبب للعام نظر طبع المصارف فيوك كان بديو خلاص كامولاً فيها فقط الخلاصで بسياسية جديد من لاحق المصارف هذا والأوق العام يذ مولاد لكن لاحق المحكم هادي لكن إنها yep وأنا بالأمام umشي عنبد ولي كما قلت ما يحبوه شي داوي كيتكون عين واحدة يقولك ما عليش هاني شوف بالعين الاخرى يخليها ما كيولو العين ينفيزوش خلاص يعني كيولي ما يقدرش يتحرك او لا ما يشوفش الماكلة تاوي قدامه ولا ما خلاص ينبال شوه ما عندوش خيار ايوه اكزاكتور موضنك حابين نعرفوا الفرق بين بل اكو واحد كبير هاكو ماروش يشوف مليح كيفاش يعرف بلي هذا نقص وضعف في النظر ولا هذا من نتيجة اللي يتع المياه البيضار لكاتارات هو الفحص هي لكاتارات كي تكبرو كما احنا قلوو يقولو بالدرجة طيبو تكبر بزاف تولي بيضار تولي تشوفها من البعيد هكذا كون قاعد قدامك تشوف نقطة بيضار اوه بالعين المجردات تبع تشوفها احنا في الحقيقة ما نشو ندخلي وارانا نديرو عمليات على المياه البيضار يعني بلو بخيكو سيما مش حتاة يقولي الانسان ما يشوفش كامل ان ديطار تخز امورطان الانيستيزي كيفاش تكون الانيستيزي قليلو كارل في خمسة وتسعين بالمياه من الحالات بساكفاش تكون ديغوت كين عن طريق قطارات الانسان يعني يكون كالم ويقدر يعاون في العملية وما يتحرك شي تو تكون عن طريق قطارات في الحالات الأخرى تكون عن طريق حقنات نعمروها هنا يا حقنات خفيفة باش لعين ما تحرك شو ما يحس يعني تكون بساكفاش يشوف يبقى الانسان يشوفه عادي رح يكون يعني انا اكمبانيما بسيكولوجيك نفهموه نطمنوه بلي ما رح يحس حتى حاجة احنا نطلبو منو بارك يشوف الضو هذا ما كان يبقى يفكسف هذه اللميار سيتو والعمالية كي ما قلت لك عشر دقايق حتى يعني المرات بخفة ما يحسش به هدوك العشر دقايق كيفاش فاتو ما بخطر كي يبدأ يفطن الحم ومفعول الانستيزي يبدأ يرقص ما فيه هاش آلم كبير ما رحيش عملية اللي اوفت المرضى في اغلب الاحيان يصون اغريابل ماش يخبخي يقول لك ما كنتش نستنى هاد تجربة تكون هكدا سهلة لو كان عرفت كون ندرتها من قبل كنت خايف بلا بلا سبا يعني الحمد لله ولو كان بالك نروحو الدكتور الكوتي تعليمالات اللي ما يقدروش يديرو هاد العملية ستا دير ما يقدروش يديرو هاد العملية بانكزمب عندهم دوتخ مالادي ولا ولا لقاع الناس يقدرو يديروها في اغلب الاحيان هما المشكلة رح يكون عند ساقتين مالات اللي عندهم مثلا باركينسون ولا أنا الزايمغ ولا لي ما يقدروش يحكمو هادك البوزيسيون هادك المدة رح يكونوا سوزاني السيدي الجنرال يعني هادو ما هادو ما لكن ولا مثلا يكون مرض آخر في العصب البصاري في الشباكية اللي رح يخلي نتيجة العملية مش ملاحة يعني يقول يفا غيكو بيغي بسبب آخر ماشي بسبب بلا كاتا غاك هذه اكيد يقدرو الناس يديروها في المستشفيات الامومية العادي طبعا طبعا متوفرة في المستشفيات الامومية وفي القطاع الخاص وماشي بار غانديفو طويل ويسنة اقول سي شوية في المستشفيات كان يمضغط من المستشفيات بنسبة الهاد التقنيه طبعا قد خد شكرك على كل هاد توضيحات أنا كنت حابة ندخل معك في موضوع بما يجو بانك انخلولوهو أختوح دا اخر ماشا الله حابيت نتكلم على التقنية الجديدة اللي ولو بيديروها تعتغيير لون العيون عن طريق اللايزر وهذه شفناها انتشرت بقوة الأوينة الأخيرة وان شاء الله ما تدخلش الجزائر وقعينيهم زرقة وقعينيهم خضورة أنتو لك أنا باختصار ما ننصحش بها أكيد شوفنا ناس اللي داروها وصراولهم مضاعفات ما ننصحش بها نقدرون تكلموا عليها إذا كان ما ليش ما زلناش بها وقت فضل يتم التقلية عن طريق اللايزر يعملوا بكري ديروا عدسة زرعة عدسة ملونة في العين دورك مؤخرا يستعملوا اللايزر يعملوا فيها تونيل في الكورني ويدلوا فيها سبغة يدلوا سبغة داخل القرانية على العين يعني في الزجاجة على العين يعملوا سبغة باش تتلونها على العين يعني بعدك ما نقدرش نحوها غريدا كان غيرنا القرانية لا انا ما سمعتش على هادلا تكنولوجيا لاني انها داروش بقونس على حاجة واحدة أخرى اللي هي مش يديروا سبغة هي باللازر على حسب وش قريت عليها هي أنه قال لك اللون تاع العين هادالو كان نحو هاد البني راح تلقاي درجات تاع زراقه ويعني كل الألوان دونك باللازر هادا ينقص لك هاد اللون البني ويبين لك نتال لون اللي راك حابه قالوا هم استعملوا في السنوات الأخيرة عدة تقنيات بش يبدلوا بش وحتى وحتى ما كانت صندانجي داك ومالغريسة كانت شغل الناس تل مو حب ان يبدلوا لون تاع عينهم كي ياخدوا هاد الخطورة قالوا هم الليلانتي مساء الليلانتي ولا يكاين بزاف اللي عندهم يعني يقول لك حبي بدلوا نعينه جميع التقنيات من صحش بهك سواء زرع العدسة أو اللي يزغ على على بؤبؤ العين ولا تلوين قرانية العين كلها عندها خطورة كلها عندها خطورة ولازم دايما تفكروا أنه العين البنية معانتها هي عين صحية معانتها صحيحة معانتها الميور بروتكشون بالتصوص من الوضع هذا سيندي طالب ولكن لا يعرفوهش ناس هو يقول لك جماليا صح يكونوا شابين ولكن من الناحية الصحية تعتبر إعاقة خلينا نقوله هادو اللي يحبو يبدلوا بتقدرش تبدلهم برايهم شرح لهم كل الأخطار شرح لهم كل شي يقول لك نبدل يحب عينيها بلو يا تكساها شكرا لك سيدة إشراق بأن نوع طبيبات العيو شكرا للي شكرا للي شكرا إن شاء الله لنستفادهم منك ومن المعلومات التي تعطيها لكل المشاهدين يلا هرياض وصلنا لأول فاصل ونعودوا نتلاقوا بالمشاهدين في لبغة الدوزيام من البرنامج وارجعنا لكم مشاهدي قناة ساميرا تيفي وبرنامج ساميرا مورنيك وبينسو غرانا فلا دوزيام بارتي تاع البرنامج طبعا وراجا وقت الجمال ببيوتي بعد الفاصل نعم السباة نعم جيد نعم نعم جزا قناة دوا ساعة البشارة تستعلاً على مرنة دوزيام نعم 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 ساعدنا نحصل على جيدة حسنا. تبا الخامجة جاهديني الكرام ومهبابكم على القناة ساميرا تيفي. كما قلنا ادت سخانة اصلاح بسخانات جي. بسخانة جي يقولون سخانة ما انها بشراء تنقص من الرضو بغض ويجب انشربوا من حلمة. يجب ان تكونوا تطبيقين حماية. اليوم نجدكم بالوصفة يجب ان نرى بروم رفكشيسة ورفيطاليسة. اسمها بروم التي ستنشط وتنعش البشرة. سهلا بسبب وجه فيها. فيها الشاي الأخضر الخيار والجال السبب نحكم الشاي الأخضر نضعه في ماء يكون سخون بـ 75 و 80 دراجة ونجعله يطلق ملاح 10 أو 15 دقائق يطلق ملاح الشاي التي تحتاجه ونطلق نصفه ونجعله يبرد ونسحب أخيار نقطعها ومخصوها ونجوزها في مكساق مع شوية ماء ونصفها كذلك ونضع الملعقة السباب فلنحكم أردد أتضحboys على المات و النضائح المهادة ونضمع الملك الاخبار ونحن نعودها في قديمة نقطة فكساتور ونضعها في البشرة ونضعها فقط أترطب لأننا نضع الشاي الأخضر وهو الشاي الأخضر والفيتامين سي يتعامل البشرة لتنتج كمية الكولاجين لذلك تنقص من الشيخ لتحافظ على الاسبيروبون في المضاء الممتلئ لتحافظ على البشرة ولمضى المضے الممتلئ تحافظ على الصباح ونضعها أننا في المضاء القاتل ونضعها لتحافظ على الصباح وسنضع حصرا إلى صفيام مجابة وعندما تكثيف الرطوبة هذا الشاي الأبد نستعملها في المضاء نستعملها نصبحت برائعة ويستخدمها في شكل رياضة ونحن نقوم بخارجها برائعة ونقوم بحراءها بسغنة فهذا يجب عليها ونقوم بترطبها ونفطلها هذه الأصفات تكون فائدة ونحن نقوم بإمكانكم كيف يفترونها سوف نقوم بإمكانكم بشكل صحيح ومشوقا يا دهنة. دهنية. كيف تستطيع لك هذا النوع من البشرة؟ هل تستطيع لك؟ هل تحويس باستهار من الأحد المشكلة لك؟ لا لن تحويس دهنية. لا تحوي على دهنة. و هذه نوع من البشرة التي يستعملها؟ هذا هو المشكلة لك. هذا هو الخيار كرحية. في الماء، في المساق، في الملاح، في الملح، ونسلت على السبار ونسلت له للاتاي اوكي اوكي انا انا محنسي هنقول لك او لانت عشت او لانت اخليها في تلاجة بصحة باش تنكون باردة مارسي ويسا هاتاكو بصحة يلا هرياض مدت اللاجة نعود نروح للمطبخ للمطبخ اليوم رياض بداني الحسة بالضرسة الو غنسيت ما قلتلكم مشعل ايزي بيس وما قلتلكم مشعل لك خيف خاش لا فوتاعك مشي تاعي مشاهدين الكرام انا خاطيني نعودو نذكروهم على السريع على السريع ما قلتلكم مشوين بالاميتوت كيفا هيديرو بداني بالضرسة الله غالب لها اصلي ايامالي يلا عدونا اطولهم الجاج التاعنا نديرو هي تقلى كل عده بالسمن والزيت وليزي بيس عندنا الملح الفلفل الزنجابين والكركم هاي هي يتقلىو المرقونة ومال ومبعد كي طيب الجاج التاعنا وشامبينيوت تنقص شوية لسوس نزيدو الكرام فخيش هادو نسيتو مصح خيب يا انا اخلاص اعودنا فكرنا اخلاص وفارلا نبدأو التحليات نبدأو التحليات يمجبت لكم الفينانسيه الفينانسيه هذي حلوه فيها شوية مقادير فيها بسكو فيها اللوز بصح سهلة بزيف سهلة وبنينا للوصفة وش نسحقو نسحقو ميت قرام لابودغ دامونت اللوز يكون مرحي بزيف ونسحقو ميتين قرام لببيت دو شوكولا نديرو كيما نقول لكم المقادر هكا ديرو اني بغيت طابر فهمت المقادر نقول فيهم بغيت طابر هادو مهات ميتين قرام كانت سابقة عندوك ماشي ميتين قرام عالح فكي ما راش نديرو ووسكو قدنا لها اوه من الانسان و اوه صحة هني نشوف ريناقص هيتبان ماشي 200 غرام شوكولة 5 غرام خمارة قرصة ملح 190 غرام سيكرا 300 غرام بلوندوف 110 غرام فارينة تخلطوهم كيف كيف والزبدة تضوبوا 160 غرام نقصو لها لا لا لازم تضوب حتى توليه ماران لازم تغلي تغلي بعد تحب يحبس فوقعات ميولوش لازم تكون باردة تخلطوه كامل باش تزيدو الثاني الزبدة هذه هي بعد حطوهم في هذا المولتع سيليقون أنا خيرتها كأوفال وكل واحد واش عن دوكر وكاورة لذلك يخرج على شكل غاتو سيك ومعاد تحبوا تعمروا داخل هذا الفارق تعمروا بلغاناش وشوكولات تديرو 75 غرام تخنوها وزيدو عليها 75 غرام شوكولات ومعاد تديرو كما درتانا حاجة سهلة شوكولات تختيني ومام درت كرامل تقدروا تعمروا بلغانا هذا سهل عام بعد كل واحدة لحساب دوقو حيب يا ساميرا يا تكسا حانت لقوا في طاولة التقديم ان شاء الله شكرا رياض يا ورجعنا يا إلهام ورجعنا ورجعنا وعدنا أبل رياض لازم ناخدوها دوكا صباح الخير صباح الخير صباح النور مرحبا ترحبك الجنة كيراك رياض كمله غايا 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 رياض رياض أنا قلت ماشتينيش قاتلك إلهام جنة لا لا دوكا اللي قالتها سباح الخير سواك مليحة لا بأس الحمد الله هاي صخانة عندكم في شلف ياك هاي صخانة هاي صخانة عندكم في شلف سور بأينا بالإصخانة شلف معروفة بالإصخانة ربي معاكم إن شاء الله يا ربي كراكم تو معكم لا الحمد الله قولي لي راكي وفي البنامجنا دايما انتبعي ساميرا مورنينج دايما انتباحوا دايما انتصل بكم وما نتحق بكم أول مرة حمد الله مرحبا قولي لي وش أكتر الفقرات اللي تعجبك تعجبنات على التجميل والطبخ داكو التجميل والطبخ وبالك حاجة ما عدناش احنا في البرنامج ولا عدنا وكي حابة شوفيها بكثرة وشنو هيدا نالا راكم موفين وتعجبوني كامل يا داك ساحا شكرا على اتصالك ربي يخليك شكرا وخليك دايما وفي البرامج ساحيت وبرك ملوم بكم ساحيت شكرا يلا مشاهدين جاء الوقت تاع الفن والإبداع مع امال ايت عيسى بعد الفاصل سباح امال سباح خير سباح خير بالزيت على البحرية سباح الخير أنا أصورتي كما يقولك متناسقين مع الوتام جديد anych اللي هو الأزرق اللي هو الأزرق لأنها قادمة مضوطة تضغط الارض لكيناتها حالة النقاط مهجمين كيف نستطيع إدخال هذه المเพاءة من خلال الصجاجة نستطيع إصابة المرأة والبرميض نستطيع تضيف النقاط والشفافة نقدر نشوف هاتخافر زجاج ديالي دوك هاتخافر الزجاجة هادية نجي نحط له ديسان ونبدأ ندير لابليكاشون تعلو السان دوك نجي وندير السان بسحيك ونسان نرقيغ مش أنسان نخشين كي ما ما فينديرو باش ما يخرجوش الألوان لخاتر هنا مش حندير غمبليساج حندير اندق هادية حننخدم مع الألوان دوك ناخد لسان تاي عندكم في البيبيو ولا عندكم في الامستردام كي ما حبيتو دوك نتو ما دوك تحكمو لسان وتبدأ وديرو رشمتاكم وزالي كمانسي أغرب خودير نرشم غالي ديالي بالسان هادا تاي السان بسحقو تلكم في تقيق دوك رقيق من خشينش لخدمتاي نديرها فلفا دوك لسانتشيال نرفض لدسان ديالي une fois كم ملت نعطي لو وقت لسيشاج نعطي لو 5 à 10 منت لسيشاج بسكرا هو رقيق من بعد لسيشاج عندي هكذا جمع متخو في مدسان كي ما حذب ديالي رحم رشوما كامل نعود نحط من الفقه نعاود رجعل البلسته ونبدأ نخدم الالوان لقم τα لالوان اللون لحنستعمل هم هم الوان انسيارميك والو فيتراي الوان فيتراي كي تي اعرفو هم جزب كي تجفنا هم بوزنور كيف كيف الوان انسيار دیکورة دونك ترغير فو حاجة دیکورة كي ما دوك هذا كي ما اقفو هدى يجب أن نستعمل الإسانس لكي نخفف اللون ونقدر نخسر البنسو تاعة وماممتان عندي لغام السيرامي كلي راهي هنا كي تلاحظو بلدفو نخدم بهم بنزوج السيراميك راح تكون كوفرانة معناتها حتناحي الشفافية تازجاج والفتراء الشفافة حتناها مغارده لتخلطو مبينتهم يمكن تط aujourdっちゃrias لتخلط أفل المساف PET لتعدي تشتري الجميع كل من أفضل الطبات لسيطان كلمات أنهز مسارسي تحتجاج أفضل الطبيب سأحتل Cathedral سيقوم في مبات المزيج لنفسك سوف يشعر مفرمًا تُقربي اضمع اللغات لن يجب أن نعمل فتنسون ممتال تنسون حاجة يبصين لتنسون ممتال تعالي، كم محاولة اجتلا مع فرصتات اوذا تشب لتح الأعadium المزيج لنسون سنبدأ 새로운 ميجاجة رحبت لأننا على رجلة المزيج لبعض الأزرق نحن يتم ممتال اسمه لدك من قبل السوبية المضيف لدخل انجز مدده لأسفل وهنسبة لديت الجدرات نقول صلاة ونسيح ومنثم من المبنية فهم نصري توجر ثانيا لذلك لذلك ثانية رائع المعرفة ثم ننطلق الألوان لذلك التي ت casing لقد وصلت على الأع PU ولكن يكون ذائي بيجرتك فقط تيق بيد ونطلق الهgest وهو الهوضف المستف Von 왜냐하면 ن Grand장 نست السل First من يمكنك إلا يлуч إلان Pyro باقيبان إلجأ أكثر أحضر الغث مع privilege جيد بن رجع OLED أحضر الغث و مرافق ممückونة نستطيع الاسود بس كفور على زدرف كيف أمس sourd ذاً لنقية لن أخبرنا الكرة على الفت singers اتجاري بس أعطار هناك فشير لكونigs من حوالك حيث شير واحرache العشب 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 فيüp شار 거의 كYO إلى صول فم الشيئ من أن 저희가 ون هل هناك المحتوى من نكون ملائينة بمساطقاتي أو حقايات من الملاكين من الأجهزة من الأجهزة من الأجهزة ترطير فيروح نستعمل ان تستعمل ان يكون من أجهزة من الفلس أو لكثير نعم، سأقوم بحق المنسي أجب أن نستخدم المنصف بالأسسس منرال الانضار أجب أن نستخدم المنصف بالأسسس ونستخدم نستخدم الألوان قد يتقال لها طيب كثير من مالذائه يتحضر نضع كل الملك تحضر الديوكا نضع الدعاء نضع الدعاء من السرنق لتخفف الديوكا جميع الدعاء انظر الكثير من الملك نريد الديوكا من الجزن يجب علي البقية تقنية الدعاء كثير من البقية فصوصا على الفنسي و تعطينا الى فدرى كم يتم تحقيق المطلوب لذا لن يمكننا الناس كل شيء تشفى في هذه الطريقة و إنه يجب أن تكون تحقيق يجب أن يتعمل على ألوان أولى تحتويق الذي يستعمل ألوان ألوان غيرتائية هذه هي الطريقة اليوم ان شاء الله تتجول معنا هاد الوارشات كما شاك مردي أنا نروح ند الوارشات دياولي ونتوما على بلكم لقالي پواند فاند تكنو ديرو وارشات هكدايا vivاند. دوالا عندكم اسئلة تقدروا تطلبوهم نافه ونيفو دفل پواند فاند فاند لغيزو سوشو. دوالا عندكم تكنو ارت تكنو فاين ارت ولا امال لاي تايزا. دك ساحا امال حانكم مل بلعق بلعقل بس كساح سا ستان تخاواي دقل بلعقل بلعقل. نعم مربر قلبك لك. دع ترمي ده رادة لازم اندر بانسور قمج التقلب وضع عبوزال وزمان دع تلحل لانا دوسمه معه في أجلي تكي ومحتاج عمد وانا كما احبش ، ما احبش ليفزاج. دك رح اندروا جسد ومتو توم ركترات تالي فيزاج. دك ساحا امال حان استشفارك واصلا بالختم تالحالقه. شايله ما تنسه جتولي لي جوابك. ما نسألش تفكريني كان إليها نتفكرني يالله رياض عندنا اتصال علو 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 اسباح الخير علو الخير مرحبا يا دليلة وش راكي وش راكي لابلس كمجيح وش راكي مناس البليدة الحمد لله الحمد لله أبداً من عليك الله يسلمك كاش ورد ولا كنت متمن ديان أدر معاك لعرب يخليك وانا كنت متمنى نسمع صوت وانا كنت متابعة وفية كما انت بليد على حياتي لابل وضوط ملاحة ملاحة لا تبقى سمها لا تبقى سمها معلش نسيتي أسمي انتي تاني لو خلان ستنينا جا ما كنتش هنا سباح الخير دليلة وش راكي وش راكي لابلسك الحمد لله حمد لله كاش تخانعتكم الحمد لله حمد لله أكم لابلسك حمد لله فرقة الحيطة هاري تعالى ساميرا قولي لي وشي يعجبك في البرنامج وشي يعجبك في البرنامج الحمد لله حبيتنا نحضر معا وش ما بتاعبين ويبدأ مال هذي على اي معاك آمد فضلي اسباح الخير حالو وي اسباح الخير اسباح الخير وش راكي صعب علي بس الحمد لله وانت هيك يا راكي بلد حسد يعجبوني كهلا وش هكي تقدمي راني يشوف واني ينتبع فحبيت حاجة واحدة بش تقدميني حبيت الرصم على القماش عندي وحدة المخايد هكا حبيت نخدمهم داكو ونتشوف بتخدمي غالة لكادر وفازو كامل حبيت نشوف على القماش على القماش ايه داكو اوكي بخامي نديرهم ايه 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 امام 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 تاروح تديري معنا الوراشات نعم بس معتك شعودي بليز شعودي ايه معلش يلا شكرا على اتصالك شكرا على واكيد انه امال راح دلكم الرسم على القماش تعلم خائد وتعطي لكم افكار كيفاش تخدمهم خائد هكا اخصوناليزة وبيدكم انتم كما راكم حابين انا اريد ان نبدلو الديكو رياض كيف نزيدون نبدلو حاجة واحدة خلان اعطوهم الامل انا نحب من دي ذلك المخدس الزرقة والاخرى للدار اهلاش شبال تريكو تريكو لا لا نديرهم للدار يولمو معلاء انا دلكم مادة النغمة الموسيقية وبعدها فاصل يشاري ونتلقوا في الجزء الثالث والاخر يلا عودة لكم مشاهدينا في اخر جزء من برنامج ساميرا مورني واليوم الجزء رح يكون امفو سبيسيال اكيد رح يكون امفو سبيسيال بزرق سبيسيال لانه رح نتكلمو على مادة الفلسفة خصوصا وانه هاد المادة كان بزاف ناس يتخوفوا منها وبلاما نساوي الناس اللي عندهم امتحانات رسمية كما شاهدت الباكالوريا يشوفوها معاناة طيب نسعد باستضائفة الاستاذ عبد الرحمن سماحي استاذ فلسفة صباح الخير مرحبا بيك صباح نور رياضة صباح نور الهام تحية فلسفية الجميع ما تلقيناش بيكم من العمل يفات من العمل يفات هذا الوقت اكيد يما ديما قبل باكاكم تذكرون شكرا لازم تكون حاضر معنا لانه بزاف ناس اللي خافوا هذه المادة وقدما نتكلموا ونطمنوهم عليها قدمها قليل يلا صح هي في الحقيقة الفلسفة كانت كثير من طالبال كثير من الناس يشوفوها يعني مادة جفة مادة متعبة وهذا راجع لخصوصية المادة وهنا الطالب يطرح سؤال الفلسفة يا الشيخ نحفظها ولا نفهمها ونعال الباك كيفاش نصلك روحي هناك أساتي دا نقوله التلاميذ ديما ديما الفلسفة فيها الفهم يعني تقدر تكون ذاكي باش تستوعب أكبر قدر من المقالات تفهم شوية أقوال شوية أمثلة شوية مسلمات وحجج وتفهم الطرق اللي هي الطريقة الجدالية والمقارنة والاستقصائية استقصائية وتحاول تحاول يعني تحرر مقالتك بنفسك وأسلوبك الشخصي أحسن من أنه تحفظ مقال وكون ما يطيحش في الباك تقول يا ريت ويا ندمات وغيرها بسكول المشكلة لك أن يحفظوا مقال هو نفس الموضوع كما يقدر يكون استقصائي كما يقدر يكون يعني مقارنة ولا جدالية نفس الموضوع لازم تكون فاهم باش تقدر تدير على حساب الطريقة اللي يطلبوها منك في الباكالوريا هي في الحقيقة في الفلسفة لازم التلميذ أولا يكون عنده شوية رصيد لغوي هذين طلبوا من التلاميذ يعني وثانيا يكون فاهم الأقوال والأمثلة يعني حتى حتى وخانته الأقوال ساهن على الباك حنا نقول له اكتب عمر لأنه علاش ممكن المصحح هيتعاطف معاك يشوف الأسلوب تاعك يشوف طريقة تاعك ممكن يعطيك المعدل يقدر يفق بلك فاهم المصححح نعم أستاذ هوتان يقدر يفهم باليسيدة وفاهم بلك خانه شوية تعبير شوية تعبير صح لأنه الفلسفة ديما ديما تعتمد على التحليل ويعني كل أستاذه عنده تحليل ذاتي والتلميذ عنده تحليل ذاتي حتى يعني المنهاج يقول في السنوات الأخيرة يعني ديما ديما يقول لك الفلسفة أعطي التلميذ حقه والحمد لله يعني ولينا نشوفه نقاط في مادة الفلسفة لما كناش نشوفها زمان التلميذ أستاذ كنت أحضرت في الدبيع لأنه لازم يكون بلك يفهم خير راح تساعده كما قال رياض أنه يكتب أكساس وكانت جدالية ولا مقارنة استقصاء ولا حتى حاجة أخرى يعني يقدر هو يكتب من الفهم دياله بصح بالك نقول لك أنا اليوم تكا أستاذ وش رايك في الناس اللي يقولوا زعما في كقريب الباك هكا قال راح تطيح هادي وهذا الموضوع ولا هذا ولا هذا وما تحفظوا هذه المقالات وش رايك ربما في الناس اللي تحفظ المقالات أولا أنا نقول تلاميذ يعني الباك هو باك مصيري والمستقبل تاك أنت ما وش تا الأستاذ يعني ما تكونش ضحية مغامرة من طرف بعض الأساتذة باش أستاذ يعطيك مثلا يقول لك وش رح يكون الموضوع الأول والموضوع الثاني هذه من المستحيلات السبع لأنه ديما ديما الباكالوريا يبقى فيه سرية وكتمان نحن نقول لتلاميذ يعني في المادة الفلسفة خاصة ما تغامروش كان حاجة رسمية لكل عام تطيح وهي منهجية تحليل النص نحن نقول لهم مثلا إذا يوم الباكالوريا شفت روحك مش قادر تخدم الأسئلة كان النص على الأقل تجيب النقطة تاعك وتسلك روحك في المادة أما تلاميذ لح يغامروا بمقالة أو مقالتين يعني نقول لهم جماعة ما تريسكيوش علش ما تريسكيوش كيما العمليفات مثلا شعبة آداب ولا شعبة لغات أغلبهم غامروا بمقالة ومقالتين وكانت انتشرت في المواقع وغيرها ونبعد الضحية يوم الفلسفة هو التلميذ يعني الضحية هو التلميذ والضحية هو الآئلة تاعو نحن نوجهوكم دائما تلاميذنا ونقول لكم حذاري المغامرة هذه هي طيب أنا حاب نعرف أنتم كأسات كيفاش خلينا نقولوا كيفاش تتلقاوا ولا كيفاش تتعاملوا مع الموضوع تاع الباكالوريا هاكا هدا وين شفتوا هدا وين طاح السيوجة كما وقولوا كيفاش تستقبلوا يعني رياض احنا نقولوا ليلة الفلسفة هي بنسبة التلميذ مصيرية وحتى لأستاذ راي مصيرية أنا شخصيا يعني شخصيا رياض عندي حوالي 18 نسناف التعليم لاي ليلة الفلسفة جامعي نرقد يعني جامعي نرقد مسؤولية مسؤولية والنوت صباح شوالا نحن نجوز الامتحان ونظر أمام المراكز وحتى بلك حتى التسعة ونص ولا عشرة باش نعرفوا الموضوع هوين ومن بعداتك إذا كان الموضوع يعني سهل أنا نفرحه ونقولوا الحمد لله التلاميذ رم خدمه والناس رح تنجح إن شاء الله إذا كان الموضوع يعني نواء ما فيه صعوبة وفي بعض الأحيان في بعض البكالورية يعطلهم مقالات خارقة للعادة يعني مقالات جزئية ومقالات فرائية حتى التلميذ ما درسهاش حتى في ثانوية هنا نخافوا لأنه مشي كل تلاميذ عندهم أسلوب ومستوى رح يفهموا هذه الأسئلة يعني يوم الفلسفة يعني يوم صعب يعني يعني المستوى يكون عالي جدا يقدر خلينا نقوله بلك طالب ما يفهمش من بوش رم قاصدين رياض بالنسبة للفلسفة حسب الشعبة هي المعامل الكبير هو شعبة آدب وفلسفة معامل ستة وهي مادة نجاح عندهم أما باقي الشعب مثلا أو معامل ثنين وحتى الأسئلة يعني يتكون أسئلة سهلة مباشرة وأغلب تلاميذ التمى حتى ويقول لك ما كانش نقطة عالية في الفلسفة المهم نحصل المعدل فقط أما شعبة آدب هي شعبة كما نقوله مصيرية المادة أكيد لا بس تحم ونرجع كما كان يقول لك يطيحوا في مواضيع بلك خارقة نرجع دايما للنقطة اللي قلتها أنت في الديبي أستاذ أنه لازم يكون عنده رصيد لغوي وبلك أنت كأستاذ اليوم قلوه البكرة هو على الأبواب أكيد الرصيد اللغوي أنت باش تنصح الطلبة تاعة تلاميذ تاعة ليقروا عندك باش يكون عندهم رصيد لغوي ربما أهل تنصحهم بالمطالعة كأول شي هي المطالعة يعني المطالعة تكون قائدة من البداية يعني كل إنسان حبي ينجح حبي يكون عنده مستقبل ناجح لازم يكون عنده رصيد لغوي ولازم تكون عنده ثروة لغوية باش يعبر ويحلل أما بالنسبة للتلاميذ اللي عندهم باكالوريا وما بقاش قدليفات نقولهم تقدروا تسلكوا روحكم كيفاش تقدروا تسلكوا روحكم مثلا تاخذوا الدرس تدوا المسلمات تدوا الحجج على شكل مطاط على شكل خرائف ذهنية لمجموعة من خمس مقالات أو ست مقالات هذوك المقالات تربط بهم بالتحليل تاعك في طريقة جدلية طحت جدل اللهم مبارك طحت استقصاء بالوضع لازم تكون ذاكي كيفاش تغير طريقة والسؤال ثم إذا لم تطرح وطرحت هذه المواضيع النص تكون عندك منهجية تحليل النص وتستفاد من المعلومات الليلة عندك وليفة راسك وبها تحلل منهجية تحليل النص هذه النصيحة الباكالورية مقعد لهاش بزاف نعم ممكن أبرز النصائح اللي تقدر تمدهم للطالبة اللي رام يشوفوا فينا خصوصا في المادة تعلق الفلسفة وش تقولنا أول نصيحة لتلاميذنا ثقة في النفس أهم حاجة خاصة خاصة في الأيام الأخيرة ثنين عدم المغامرة بمقالة أو مقالتين يعني حتى هو ما يروج له في المواقع وغيرها نقول لهم كل ما يروج من مواضع ما هيش مواضع حقيقية صح لأنه ياما روج لكم موضوع وغدوة صباح رقيت موضوع آخر وانتأكد ضحية إذن نقول لكم حذاري المغامرة في مادة الفلسفة أهم نصيحة للتلاميذ في المادة أضعف سلاحكم هو منهجية تحليل النص حذاري حذاري تدخلوا للباك بلا تحليل النص أنا نقول لهم هو سلك المحاين صح هو سلك المحاين على الأقل حتى التحليل يجب أن يكون مرفوق بحجج وبراهن نعم المشيط لا تكون مراجع ولا حافظ ولا حجة ولا صح كما نقول لك أستاذ بالجدالية ولا شيء أحد أخرى فيهم تحليل النص سي بلو فاصيل على الأخرين لا هو تحليل النص هي ديما ديما حسبة موضوع النص ولكن تحليل النص تلميذ إذا فهم المنهجية وقرأ النص عدة مرات 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 وفهم موضوع النص وفهم مسلمات وحجج النص يقدر بأسلوبه وشخصيته يعبر ويتحصل على نقطة في المادة كنت حابة نصق سيكتاني أستاذ على بالك الدوارات اللي يديروهم في مادة الفلسفة نشوفه احنا بالك دوارات نقوله في اليمة الأخرين في عدة مواد رياضيات ولا لكن في مادة الفلسفة أستاذ كنت شوف بالك هذه الدوارات اللي يديروهم في الدقيقة الأخرى يساعدوا التلميذ أو لا يساعدوا يعني في الحقيقة احنا نرجع إذن الدوارات ودرس الدعم راهي سيلحظوا حدين يعني كين أستاذ في المجال يعني ما شاء الله يقدموا دوارات ويعطوا محتوى رائع للتلاميذ ويقدر التلميذ يستفاد من مجموعة من الدروس هذه ككل أستاذ متمكن والفلسفة راهي فن قبل أن تكون علم وكين دوارات أنا شوفها بيع الوهم للتلاميذ يعني نقول لهم هذه الدوارات يقول لك دورت تحفيظ الفلسفة ودورة مثلا 4 ساعات لـ 5 مقالات هذه من المستحيلات السبع هذه باينة دورة تجارية لهدف تاح الحصول على المال هنا ننصحه للآباء وننصحه حتى التلاميذ ما تغامروا بهذه الدوارات خطوكم منها طيب أنا نشوف حسب تجربتي يعني مع الباكالوريا ومع الفلسفة نظن أنه أكتر شيء صعيب هو أنه لما يطيح لك سؤال وما تقدرش تفرق بين أسكو راح تعلجو به إما الاستقصاء بالرفع ولا بالوضع حكي الناس ما تفهمش وشا وقاصد أسكو هنا لازم نرفع ولا هنا لازم نوضع صح هنا ومشنا نقدر نقول لهم حاجة ممكن تفيدهم في هذا النقطة هي شوف الفلسفة أولا لازم تفهم المنهجية عندك المنهجية الجدالية يحيكون سؤالتها هل هل تكون مقدمة الموقف الأول نقط الأول المنهجية الجدالية ثم يحيكون تركيب وخاتمة عندك الاستقصاء بالوضع هو الدفاع ونحن نقول لهم بمعنى الدفاع راح تكون محامي مدافعا السؤال مدافعا القضية يعني سيختلف كليا عن الطريقة الجدالية يعني ما راح يكون تركيب في الجدال كين تركيب ما راح يكون النقد الأول راح تدافع عليه بونك راح تكون طريقة أقصر وأسهل بالنسبة للجدال وعندك طريقة المقارنة راح يكون سؤال مثلا هل يمكن تمييز أو ما الفرق راح تكون فيها مقدمة راح يكون فيها أوجه الخلاف أوجه الشابه لعلاقة والخاتمة وفي الأخير إذا ما قدرش قايتك عندك تحليل نص راح يكون فيه المقدمة العرض وعرض الحجج والشواهد النقد والتقييم والمناقشة مع الرأي الشخصي ثم الخاتمة والإجابة عن السؤال طيب في الختام خذلك نحن بالنصائح ولكن حب ممكن تواقعات لمواضيع هذه السنة يعني شوف رياض بالنسبة للتوقعات نحن نقدر نقول التوقعات حسب الشعب مثلا كان مواضيع عندها عشر سنوات لم تطرح كان مواضيع عندها خمس سنوات لم تطرح نحن ديما نشوف المواضيع التي لم تورد من طرف البكالوريات سنوات سابقة مثلا شعبات مثلا اللغات نقوله مثلا فلسفة الرياضية لم تطرح فلسفة العلم لم تطرح حذاري منها مثلا الشعب العلمية نقوله مثلا عندكم فلسفة العلوم الإنسانية مثلا عندهم مثلا تسير اختصاد مثلا عندهم فلسفة البيولوجيا العلوم الإنسانية المذاهب شعبة آداب ما نقدرونش رياض نتكهنوا بموضوع أو موضوعين أو ثلاث لأنه لماذا عندهم مجموعة من الوحدات عندهم المواضع السياسية عندهم المواضع النفسية فلسفة العلوم نقوله لهم لازم تكون موليم موليم بمجموعة من المقالات وليس مقالة أو اثنين أو ثلاثة وهي بالنهاية يعني باختصار شديد عندك عشرين درس لازم تكون فاهمهم كلهم ومتمكن منهم كلهم نعم وكي تكونوا متمكن من كل الطرق اللي تقدر تحل بهم ولهذا الأنواع الحلول مادة الفلسفة يعني ما قاعد لك ولا شي يعني صح ركز شوية نحن نصح التلاميذ بأنه يستوعبوا في اللحظات الأخيرة ويستقوني أنه يقدر يقدر حتى ليلة الامتحان يفهم مقالة أو زوج وتقدر تطيح له ويقدر يجيب المعدل في المادة فقط ثقة في النفس وما تغمرش هذا هو شو أقول لكم أهم حاجة شكرا لك أستاذ عبد الرحمن سماحي في مادة الفلسفة إن شاء الله تكون إن شاء الله تكون سهلة عليهم العام شكرا شكرا بتوفيق التلاميذ المستوى الوطني دفعة بكالوريا 2024 ربي يوفقكم إن شاء الله ستكون دورة سهلة وإن شاء الله ستكون أفراح في كل بيوت الناس وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا ديك ساحة شكرا لك رحواند آمل لاني شفيت المنسيج يلا آمل وراكي واصلة آمل قريب تكمل شوفوا بالصحي قلت لكم اللي خدمة هذي نخدمها بلعقل بلعقل رحو بدايبين شوفوا ممكن نحي رحو بدايبين فغير مولا تونيرا هنا من بعد إن فاك جوري فيني نكملها هنا نجي ونحط اللي نعود نولي بالسان داعي وندي البتت فينيسيون كامل بالسان رحو بلعقل 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 بش تخرج لكم شاء الله هذة هم تقنيات الرسمة على الزجاج بالالوان الزجاجية يعني ك فيتراي والسيرامي ك بيو ان شاء الله ستكون عجبتكم وانتو ما ديروا لعندكم دي خيجو باتيت من فوتو تحكم بوركوا باين فوتو تحكم تقدروا تديروها هكذا دك خيب يا يا دي شكرا شكرا لك شكرا قبل ما نروح نخرج ونطاول للتقديم ماذا كنت تدي في الفلسفة تدي 13 في الباك وقبل الباك ماذا كنت تدي كيف أقبل الباك أنا قريتها قبل الباك اللغات قرناها في الباك بارك في الباك كالوريا يعني في معامل في مهامل لا لا في اللجوغ الباك حبيت أن أقول مقبل كنت ندي كنت ندي ما نشاف كنت نحب الفلسفة وضيع وما زلت فلسفة كتير يلا نروح ونتي انا اخلاص سألني جاوبتها وترجعني اشحال انا مكتش ندي النص كنت ندي لا مكتش ندي مليح بسحكي قريت لها حبيت ادي الدوز اه صعب ابينا تلاش نقطة بك زي ما كتحب تبق وانا على فكرة 13 ماشي كي ولو يمدوا 20 و 17 كانت 13 وقل اكتر شي اكتر شي 13 14 في اسعب الدورات في اسعب الدورات وما كاش اللي يديها قليل وديتها خلاص على بنابلين تالفور صحيح هي لحقات ما دوك تعيب دولهم 60 على 20 النورمال العادي في الفلسافة وم بلوس العام العام الوارغة هكذا انا عم معلش معلش يلا مشاهدينا احنا اخلكم مع هد الفاصل الموسيقى نعدو تلقى في طويلة التقديم عودة لكم مشاهدينا ورانا في طاولة التقديم والاطباق اللي وجدتهم شف ساميرا رامواجدين عودة برك فكرين واشدرنا اليوم عادنا البولي على كريم كما راكم تشوفو كي طابلنا البولي تاعنا وبقت شوية على السوس كمناها بالكريم فخش والخضرات تاعنا فورناها كي طابت مدخولوش طيب بزيف حتى تثبال تكون مليحة شادة روحة في مقلة درنا شوي يسمن ربينا سنينا ثوم درنا ذوك الخضرات تاعنا زدنا لها شوية لزي بيس كي ما لدينا في الجج حمرنا في المقلة وفالا هاي النتيجة تحليات 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 هذا هو لغاتو فنانسي بزيف سهل لبنين لاني عرف بلعج بقرياط دوك دوك نشوفها وكاين شوكولة وبالنسبة للمخيطة كي ما راكم تشوفو بيسر لازم يكون با رد لازم وذو كسخانة وليفخاز راملح في المرشي اللو جاي وقتو نانك مخيطوها يالك ساحة ساميرا شكرا لك مرسي رياض ومرسي الكامل لكيب القيمة على هاد البرنامج أتحلى ونمز اشتركوا في القناة